يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم بنتكلم عن برنامج كابيتانو والبرنامج الحقيقة اللي أنا بشوفه من وجهة نظري كان حلم الشباب كتير موجودين في قرى مصر عايزين يلعبوا كورة وإحنا شعب نحب الكورة ونحب نشجع كورة ونحب نشوف لعيبة محترفة فمسألة صناعة النجوم مسألة ما هياش سهلة ويمكن كنا بنشوفها زمان بالكشاف لكن دلوقتي فيه أكاديميات كتيرة للكورة والأسر اللي حالها ميسور بتودي أولادها الأكاديميات الموجودة دي علشان يتمرنوا كورة لكن إيه الحال في باقي القرى والنجوع والمراكز اللي فيها مواهب كتير جداً جداً الحقيقة لكن مش بتوصل ومش بيتم تدريبها بالطريقة المفروض تتلقى بيها التدريب المزبوط علشان نصنع النجوم ده مهم جداً وده الحقيقة سر نجاح الكابيتانو الناس يمكن اللي كانوا بيتابعوا البرنامج وشافوا قد إيه الولاد كان عندهم حافز كبير جداً 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 خلال البرنامج كم المفاجآت اللي كانت بتحصل لهم هما نفسهم أعتقد أنه لو حد فيهم كانت قالوا إنك هيحصل لك ده هتشارك في برنامج بالحجم ده وكمان بس الفرصة مش في البرنامج والفرصة مش في الخبرة والتعليم الكبير اللي خدوه من البرنامج الفكرة كمان إيه اللي هيحصل بعد البرنامج وده النقطة المهمة الحقيقة إنه يبقى عندنا كوادر ناشئة قوية يعتمد عليها محلياً ودقلياً فرحتهم الكبيرة النهاردة كملت بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمباراة النهائية في البرنامج والحقيقة إنه ده كان يعني شئ يعني في غاية الروعة لإنه لما حس إنه الدولة بتقدرني بالطريقة دي الدولة بتدعمني بالطريقة دي أنا مهم كده كل لاعب موجود جوه البرنامج مهم علشان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر المباراة النهائية وده يمكن كان مطلب من مطالب الشباب على مدار البرنامج وحلمهم النهاردة اتحقق بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمباراة النهائية المشهد كان مبهج الحقيقة ويعني زي ما حضراتكم كده شايفين بنستعرض معاكم وصور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور المباراة النهائية في برنامج الكابيتانو والمباراة النهائية كانت ما بين فرقتين كابتن حمادة أمام وكابتن علي أبو جريشا وزي ما كنت بقول لحضراتكم مش مهم مين يكسب المهم إنه المواهب دي تحس إنه هي بيتم دعمها تحس إنه بيوصلوا تحس إنه أهالي اللي يشوف ابنه حريف وبيلعب كرة من صغره يحس إنه في يوم من الأيام الدولة هتكتشفه أنا مش لازم أكون قادر ماديا علشان أقدر أمر نبني وأوصله وإحنا عندنا الحقيقة على مر التاريخ طلع كم من جوم كرة من قرة ومن نجوع مشرفة الحال نهاردة كان يعني فيه كمان تواجد مكسف من قبل المسؤولين كان هناك تواجد لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وهم بيتابعوا المباراة النهائية في بطولة كابيتانو مصر وكمان كان هناك حضور لدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام السابقة وكمان كابتن علي أبو جريشا نجم نادي الإسماعيلي السابق وكمان شفنا كابتن مؤمن زكريا حبيبنا كلنا كان قاعد جنب سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في المقصورة الرئيسية لملعب الدفاع الجوي اللي كانت المباراة النهاردة بتقام فيه مشهد رائع الحقيقة برنامج مهم جدا أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والحقيقة أن الواحد بيشوف أنه ده مشروع قومي مشروع قومي لصناعة النجوم كان لابد يكون موجود الحقيقة كان لابد أنه يكون هناك دعم من قبل الدولة للنجوم دي لأنه لما الدعم بيقدم من الدولة بيكون في حالة من التكامل في الخدمات المقدمة للنجوم دي وده المهم وده أعتقد أنه يفرق في صناعة النجوم دي